طيب نرجع تاني فيما يخص ريال مدريد وباريس سان جرمان مباراة انا دي هتكلم عن ريال مدريد وباريس سان جرمان من منطق ان انا زعلت في اخر ثانية عشان راجل بشجع ريال مدريد فامبابي خطف الجنب بمهارة مش طبيعية عادة من ميليتاو وعدة من فازكز وحط الكرة تحت رجل كورتوا بطريقة رائعة كده امبابي طبعا لعب رائع وعظيم جدا طيب حط دي على جنب باريس سيطر على المباراة طولا وعرضا باريس كان حاطت ريال مدريد في نص ملعبه وريال مدريد اصلا موصلش المرمى دوناروما ولا مرة تقريبا ولا مرة دوناروما حارس باريس سان جرمان وانا بفرج على المباراة تتكلم على قوتين كبار في الكرة العالمية باريس سان جرمان وريال مدريد بس على الورق لا النجوم اللي موجودين في باريس سان جرمان اقوى بكتير من النجوم اللي موجودة في ريال مدريد تحديدا في الحتة الهجومية بتتكلم في مبابيه وميسي وديمارية ونمار لما نزل ورون فيراطي وأسماء كبيرة جدا في باريس سان جيرمان طيب ريال مدريد تعامل مع هذه المباراة إزاي وركز معايا أنا بكلمك في مين ريال مدريد نادي القرن في أوروبا أكبر نادي خد دوري أبطال أوروبا كل حاجة قلها زي ما أنت عايز بطل أسبانيا كل حاجة ريال مدريد يعني مش محتاج أعرفك على ريال مدريد ريال مدريد النهاردة كله أنشلوتي قرر أنه يلعب في نص ملعبه يدافع دفاعه بس التشكيلة دفاعية اللعيبة اللي بتلعب بتدافع أسينسو رجع بيدافع الناحية التانية في نيسيوس رجع بيدافع بنزيمة رجع بيدافع كل اللعيبة بتدافع النهاردة طول المباراة طول المباراة حتى تغياتي اللي نزلت بيكملوا تفاع ده مين ريال مدريد ليه عشان هو بيحترم الخصم اللي قدامه بيحترم المنافس اللي قدامه ويحترم النجوم الفريق اللي قدامه هل بقى مشجع ريال مدريد ييجي يقول يا عم أنا ريال مدريد أنا هاجم طول الوقت طب يا سيدي هتهاجم إزاي متى لو هاجمت في مبابيه وفي ميسي وفي ديمالية هيجروا وهيختفوا أجوال كتير لا بس أنا ريال مدريد فأنا لازم ألعب أنا ريال مدريد أنا التاريخ أنا ريال مدريد الناس تخاف مني مش أنا اللي أخاف منهم ده الكلام بتاعي التاريخ ريال مدريد بس الواقع بيقول إيه إن باريس أقوى على مستوى التشكيله وعلى مستوى الأمور الفنية فالراجل حاول يتعامل مع هذا الأمر اللي هو أنشلوتي المدير الفنية ريال مدريد بزكاء إنه أنا ما خاطرش وهاجم أتعامل دفاعيا وأحاول أخطف كله لو قدرت ليه بقى بقول الكلمتين دول أنا جنف بقى لي وأنا بفرج على المباراة ليه ما هي دي الحكاية بتاعتنا احنا كمنتخم مصر بالضبط آه إنت وإنت بتفرجع منتخم مصر بتقول أنا جامد أنا منتخم مصر أنا جامد من حيث المبدأ كده أنا جامد أنا منتخم مرشح لكل البطلات أنا التاريخ أنا أعظم منتخم في القرار الأفريقية معاك ده التاريخ الواقع لما كنت بتلعب السنغال مين تشكلته أقوى؟ السنغال لما بتلعب المنتخب المغربي مين تشكلته أقوى؟ المنتخب المغربي لما بتلعب منتخب كوديفور مين تشكلته أقوى؟ المنتخب الإفواري ده طبيعي ده الواقع يعني هتقول لي يا سلام ده أنا عندي محمد صلاح يا ألف أهلا ومرحب أحسن لعب في العالم طبعا بس أنت عندك محمد صلاح البقائد رجالة وهيلين بس بالمقارنة بتشكيلة زي تشكيلة السنغال مليانة لعيبة من باريس سان جيرمان ومليانة لعيبة من ليفر بول ومليانة لعيبة من أسبانيا ومليانة لعيبة من إيطاليا ومليانة لعيبة من إنجلترا وعندهم مدافع من نابولي رائع جدا يعني عنده تشكيلة مليانة نجوم من كل الفرق الأوروبية أنت عندك محمد صلاح والباقيين كلهم رجالة وحلوين وبينحبهم وبيلعبوا برجولة جدا في كاس وهم الأفريقية بس الواقع بيقول إيه اللي قدامك أقوى تشكيلته أقوى فأنت تتعامل مع الظروف دي بزكاء تكسبهم أو تكسبهم وهنكسبهم إن شاء الله في كاس العالم ربنا يكرمنا بإذن الله ونكسبهم في كاس العالم بس بالزكاء التي تكتيجي الكرة مش إنك تاخد الكرة وتفضل رايح حجون عشان تجيبي جوان لازل تعرف المنافس اللي قدامك لازل تعامل معه بزكاء ده اللي عمله كله سكيروش بالمناسبة في كاس العالم الأفريقية كلها ده اللي عمله كله سكيروش في البطولة كلها أصدحنا بتدافع كويس بس مش بنهاجم كويس يعني مكسبنا يعني إيه اللي شغلك إنك تهاجم ولا تدافع أنت يفرق معاك طبعا المكسب أكيد وأنا يفرق معايا المكسب يجي إزاي مش دي الفكرة منا ممكن لما دافع يبقى أموري أحسن من أنا هاجم منا ممكن هروح أهاجم وعمل لك اللي أنت عايزه كواحد بيحب الكرة عايز يشوف منتخب بلده طويل الوقت بتهاجم فكرة إنك تبقى مدير فني قاعد برة عارف قدراتك بتلعب عليها عشان تكسب المباريات بزكاء ده مدير فني جيد مدير فني رائع أصلا مش جيد كمان لكن المدير فني اللي هو يقول لك إيه مصحيح بنلعب بلاي ستيشن جاري اللعيبة تجري قدام شوية كده وتعمل عرضيات وتعمل تصويبات واسيبه وراء وخلاص إحنا كده كده إن شاء الله نكسب وبعد كده هم هيرجعوا بسرعة وهيهاجموا بسرعة فيش في الكرة دي ده ينفع وانت دايس جلس تك كده مصحي بتلعب بلاي ستيشن دايس بتجري ورايح جاي ده ينفع في بلاي ستيشن لكن في الحقيقة يعني في الواقع ما بيحصلش عشان كده النهار ده ريال مدريد ريال مدريد فاهم يعني ريال مدريد يدافع الـ 94 دقيقة قدام باريس سان جرمان عشان المدرب عارف إمكانياته أنشلوتي عارف إمكانياته إمكانياته دي اللي فيها مين بالمناسبة يعني فيها مين فيها توني كروس فيها لوكا مودريتش فيها كازيميرو فيها كارين بن زيمة فيها فينيسيوس فيها أسينسيو وبقى اللي عايبين بقى في الدفاع فيها برضو أسماء كبيرة وعظيمة بس بالمقارنة بالأسماء الكبيرة العظيمة لباريس سان جرمان لا باريس سان جرمان بحكيمي بقى وميسي ومبابي وديمارية ونيمار لما نزل وفيراتي لا أقوى لا أقوى صح؟ بس أنا حبيت بس إيه أحط الملحوظة دي على الهامش يعني ترجمة نانسي قنقر